قال السفير أوكرانيا في الولايات المتحدة أن واشنطن قد تخصص 50 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا عسكريا قبل نهاية العام الجاري وبحسب السفير فاليري تشالي فإن الولايات المتحدة تزود الجنود الأوكرانيين بالأسلحة التقنية بما في ذلك قاذفات القنابل اليدوية وأضافت شالي أن قرار تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية قوية يجب أن يتخذ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا وتأمل أوكرانيا أن يستمع دونالد ترامب إلى حجج كييف وأن يقدم هذه الأسلحة حتى مارس المقبل بعد أن وافق مجلس الشيوخ على ميزانية الدفاع للعام المقبل التي تخصص 350 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا اشتركوا في القناة